تسعة وتسعون في المئة من سكان المملكة المغربية الذين يقاربوا عددهم الأربعين مليونا هم من المسلمين والذين يعرفون المغرب يدركون أن الالتزام بتعاليم وعبادات شهر رمضان في هذا البلد السياحي يفوق الكثير من مثيلاته من الدول الإسلامية بداية تخفض الدولة ساعات العمل في شهر الصوم إلى ست ساعات يومياً لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة العبادة والشعائر من جهة والتمتع بالمظاهر الرمضانية الاحتفالية المميزة في المغرب من جهة أخرى رغم أنه شهر للصوم فإن الاهتمام بالمأكولات يتصدر القائمة فيما تتصدر الحلوى التقليدية قائمة المأكولات ومن أنواع الحلوى الشهيرة في المغرب الشباكية والمغروط والبريوات والسفوف والحرشة والبغرير وهناك كذلك اهتمام خاص بالطمر لمكانته في السنة والموروث الإسلامي أولاً ثم لتميز الإنتاج المغربي ذي السمعة العالمية من الطمر وتنوع أصنافه ودرجات جودته ورغم ما يبدو من رواج في الأسواق فإن عدداً من ربات البيوت المغربية يشكون من ارتفاع الأسعار هذا العام وهو ما يضفي أهمية زائدة على مبادرات خيرية تقدم ما يسمى بقفة رمضان للعائلات المعوزة ومن المظاهر اللافتة احتفاء المغاربة بزيهم التقليدي ورواج تجارة بائعيه وخائطيه خصوصاً الجلباب والبلغة والجبادور والقندورة لكنه مما لا يخفى في آخر السنوات ما توليه الأجيال الجديدة من اهتمام للمنافسة التكنولوجية ممثلة بالتلفزيون وبرامجه والإنترنت ومواقعه في مقابل تقاليد رمضان وعادته الأصيلة ناصر فرغلي بي بي سي